السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبقى أعطيكم فكرة بسيطة عن أنواع الأخشاب واستخدام النوع الأول عندنا الخشب الأصفر المعروف باسم الخشب الموسكي أو الخشب السويدي ينتج غالبا في السويد وروسيا وهذا من أردى أنواع الخشب وثمنه جدا رخيص لأنه هش وسهل الكسر وأفضل شيء أنك تستخدمه في آثاث زي البيبان للغرف أو النوافذ لكن ما يفضل أبدا تستخدمه في آثاث المنزل الثقيل زي الكنبات وطورات الأكل لا يفضل النوع الثاني عندنا خشب الزان مرطم طبعا من ألمانيا ورومانيا أوروبا وأمريكا وفيه نوع من تركي خشب الزان يجيك بلونين اللون الكريمي الفاتح وفيه اللون البني الفاتح ويتميز خشب الزان بالقوة والصلابة ويتحمل الضغط فوقه وخشب الزان مناسب جدا لصناعة الآثاث وصناعة الأواني الخشبية ممتاز جدا في استخدامات خشب البلوط أو السنديان طبعا موطنه في جنوب أفريقيا، أمريكا، أوروبا، آسيا طبعا هو من الأخشاب الصلبة ألوانه من الأبيض الفاتح إلى البني الفاتح نوعيات جدا ممتازة مناسب جدا لصناعة الأثاث ومناسب جدا للأرضيات يمتصر رطوبة تصنع منه ورف السوناء واستخداماته كثير في المطابخ يعني ممكن دوليب المطابخ كلها تخمنا البلوط